الاعزاء طلبة وطالبات الصف الاول السنوي اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول السنوي بحييكم كلكم وبقدم لكم وكبة سريعة تتضمن بعض الاسئلة والمسائل ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع بالنسبة للقياس في الكيمياء اولا لابد ان نعلم ان اي عملية قياس تحتوي على نقطتين السياتين ايه هما؟ قالك اتوقف القياس على اول حاجة القيمة العددية الرقم يعني مثلا ايه؟ اشتركوا في القياس في القياس خمسة كيلو برتقال عشرة كيلو الانسان دي طبقه ما سميه ايه طبعا ايه تختلف ااا الوحدات وطبعا ايه احنا يهمينا اا بعض الوحدات زي مسلا وحدة طول نتكلم على المتر في النظام الدولي اا وحدة الكتلة الكيلو جرام اا وحدة الحجم اا المتر مكعب واللتر بالنسبة للسوائل وغير ذلك دبعا ده ايه هندرسه تفصيليا اا في الاجزاء القادمة لو حبيت اعرف واحدة اكواس بقول هي المقدار محدد من كمية فيزيائية معينة تستخدم كمعيار لقياس مقدار فاعلي لهذه الكمية وطبعا انت هتده ازاي مولتلك في الفيزيائة حاجة زي كده عندنا مثلا ايه معيار الطول اللي هو المتر العياري وطبعا ده اا في الفيزيائة هتدرسه تفصيليا ياريت بقى كل طالب وطالبة يحاول يجرب نفسه ويحل بايده وباستردام قلته الحزبة اا ويشوف النمازج اللي احنا ورضو هننزلها على موقع مدونة بلوجر هنسيب لكم رابط في اسفل الفيديو اا ولو عندك اي استفسرات او تعليقات ابعثها ورسالها لي وانا هجاوبك عليها فورا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في النهاية اا بتمنى انت تكونوا استفدتوا من انت ريت الحل اا وحاول بقى تجرب انت نفسك تحلي بايدك لان اهم حاجة انت تحلي بايدك انت شفت وتخرجت وطبعا ده عشان الظروف اللي احنا فيها قد يكون بديل سريع بحس اا نحاول نعوض لك الوقت اللي ضع منك في البيت الفترة اللي فاتت بعيدا عن المدرسة ومن اتمنى انتوا استفيدوا وربينا عد السنة دي على خير وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته rebدي ugط ب trials بالت 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 ب repetition بالت 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 اشتركوا في القناة